الكراهية صنيعة من؟ قبل أن أعرج على هذه النقطة أود الإشارة إلى أن المعارضة متقدمة دائماً على السلطة في وضع المبادرات التي تتصل دائماً بالتجاوب مع الحركة الدولية أو حركة الإنسانية الدولية وتحاول أن برغم عدم وجود أدواتها التشريعية تحاول أن تنشر أو أن تثير هذه المبادئ الإنسانية الدولية برغم كونها في خارج أطار المنظومة التشريعية المادة عشرين الفقرة الثانية من العهد الدولي تقول تحضر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وتشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة والعنف البحرين صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في العام 2006 ويعتبر هذا العهد جزءاً من تشريعها الداخلي سواء وائمت قانونها المحلي أو لم توائمه هي مسؤولة عن الالتزام به مبادئ كامدن يعني يمكن لأي واحد منكم أن يدخل على الجوجل ويكتب مبادئ كامدن في العام 2008 أو يدخل على خطة الرباط في العام 2012 هنا أأتي إلى هذه النقطة ما الذي دعا السلطة لأن تغذي الكراهية ما دعا السلطة لتغذية الكراهية هو أنها لم تتحمل حركة شعبية انتقدت سلوكها السياسي بشكل جذري رفضت المنهج السياسي القائم وكان ذلك متمثلاً في حركة شعبية بدأت في 14 فبراير 2011 تواجد شعب البحرين في دوار اللؤلؤة شعرت السلطة بأنها هي المعنية وكانت الأيام الأخيرة قبل 16 مارس هي مرحلة التحول التي انتشرت فيها إشاعات بأن الشيعة يريدون أن يهجموا على أهل السنة وأن السنة يريدون أن يهجموا أو يعتدوا على أهل الشيعة فازدادت الموانع أمام القرى والمناطق وكانت هناك نوعاً من التحريض الذي سكتت السلطة عنه بتاتاً لم نجد تصريحاً رسمياً ولا كلاماً من أي مسؤول أمني أو إعلامي أو قل يعني ارتفع عن ذلك أو قل في أن خرج وقال هذه دعوات للكراهية وللتحريض لمجتمع أو لمكون على مجتمع بل التزمت الصمت بالرغم من أنها تسيطر على أدوات الإعلام المقروعة والمسموعة والمرئية وتمتلك أدوات فرض القانون بالقوة في بندها التاسع وهي خطة الرباط يمكنكم أن تدخلوا على الجوجل وتكتبوا خطة الرباط صدرت في العام 2012 تتحدث عن اعتماد المعيار ذي الستة أجزاء لتحديد التحريض المحظور جنائياً رقم واحد السياق سياق الكلام رقم اثنين المتكلم من الذي يتكلم الثلاثة النية أربعة المحتوى أو الشكل في الخطاء خمسة خمسة مدى الخطاب حد الخطاب ستة رجحان وقوع التمييز أو العداوة أو العنف وجدنا أن السلطة ناجحة تماماً في جرجرة من تريد أن تجرجره لاتهامه بالتحريض على كراهية النظام ولم نجد قضية واحدة جرجرة كبير أو صغير نائب أو خطيب غيره أو ذلك وهو يشتم بكل صراحة ووضوح ويسمي أبناء القردة والخنازير الخونة المجرمون الكذا لم يجرجروا بينما جرجروا أفراداً وحاسبوهم وأوقعوهم تحت ربما إكراه أو سوء معاملة أو ربما صدر عليهم حكم بتهمة الدعوة والتحريض على كراهية النظام فإذا النظام متحيز للنظام ولا شأن له بالمجتمع وهنا نعود الكراهية صنيعة من عندما يتحدث الحقوق عن أي جريمة أو انتهاك تكشف جريمة ارتكبها النظام هذا ليس تحريض على كراهية النظام هذا هو هنا نجد الخط الرفيع أو الخيط الدقيق جداً بين مساحة الكراهية وبين مسؤولية كشف الانتهاكات إذن إذا تحدث الحقوق عن الجريمة التي ربما تعود تفاعل السامع أو المشاهد لها أو المدرك لما يقال بأنه يلوم السلطة إذن الأمم المتحدة تحرض على الكراهية في مؤسستها المفاوضية السامية لحقوق الإنسان أو أي جسم من جسوم الأمم المتحدة التي تدافع عن حقوق المنتهكة حقوقهم هل هي تدعو للكراهية على الأنظمة؟ هل منظمات حقوق الإنسان التي لا تنطلق من أجندة سياسية ولا من علاقات مع ولا ضد الأنظمة؟ هل هذه تحرض على كراهية الأنظمة؟ ذكر أخي السيد شرف بأن هدم ثمان وثلاثون مسجداً هذا كاف للتحريض على كراهية النظام قام به النظام لا يتطلب أن أحد يقول أنه تعالى وكرح هذا النظام بحد الفعل وذات الفعل وأثر الفعل هو تحريض على الذات من الذي قام بهذا أنت تحرض على كراهية الفاعل إذن الفاعل يحرض على كراهية نفسه هنا إذا تكلم حقوقياً عن انتهاكات هو لا يحرض على كراهية النظام هو يقوم وهنا أيضاً نعود لمبادئ كامدن وخطة الرياض تتحدث عن أن الحديث عن الانتهاكات لا يعني إطلاقاً التحريض وإنما يعتبر الحريات هي واحدة من دواع التجنيب الكراهية لأنني حتى أعبر عن أن هذه الجريمة قد حصلت أنا أساهم في أن لا تتكرر وأن لا تزداد لأن لا تقع الكراهية بأعمق مما ربما وقعت عليه عندما يتحدث السياسي عن نقده لمنهجية نظام سياسي من حقه أن يتحدث ويرفض ويصف المرفوض ويصف المطلوب هذا لا يعني دعوة لكراهية أحد سواء لأتباع النظام أو للنظام نفسه هذا يعني أنه يتطلع لتطوير تنموي سياسي حضاري لما يتطلع إليه أو لما يمثله من تركيب مجتمعي حينما تتحدث صحيفة أو وكالة أنباء أو قناة فضائية عن حدث قام به جهة ضد جهة هي لا تحرض وإنما هي تكشف وهذا يدور في حدود تداول المعلومة وكشف الحقيقة هذا جزء إن كنت تعتقد أن كشف جريمتك هو تحريض عليك لما إذن ارتكبتها من الأساس هنا أعتقد أنني أحمل السلطة كامل المسؤولية عن صنيعة الكراهية في مجتمعنا وهنا أقول دليلي في ذلك أنه يوم أن جاءت لجنة تقص الحقائق ودخلت البحرين كل المعذبين وكل القوات الأمنية والحراس في السجوم تغير سلوكهم 180 درجة لأن هناك أمرا رسميا صدر لهم بأن لا تعتدوا وغيروا منهجكم إلى اليوم هي مسئلية من؟ مسئولية النظام فقط ننتظر أمرا يصدر ممن يسمع أمره فيتغير 180 درجة سلوك هؤلاء المنتسبين لأنه عسكري يقول لك أنا أفعل ما أؤمر به هل تعتقدون أن منتسبا أمنيا يخالف الأوامر ويبقى مكانه؟ سمعت عن شرطيا تم الحكم عليه وهو الآن في السجن وقالوا لي بأنه بسبب التعذيب وأنا أصدق لكن تعرفون لماذا هو في السجن؟ لأنه عذب وهو يصور تعذيبه ونشر فيلم التعذيب فسجنه لأنه فضحهم في أن في المراكز هناك تعذيب ليس لأنه عذب هل تعلمون أن وحدة التحقيق الخاصة توصلت في تقريرها بأن هناك ممن أجري عليهم فحصا من قبل الطبيب الخاص بأن لديهم آثار وصلت إلى ثلاثين بالمئة وإلى خمسين بالمئة من التعذيب هذه وحدة التحقيق الخاصة وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا أن يكون أحد قد تعذى أنا لا أعرف أيهما الصادق وأيهما المفتئة على حق الآخر إذن إذا لم تكن هناك حتى وحدة التحقيق الخاصة كان عليهم أن يأخذوا إجراءا في حق هؤلاء الذين اكتشفوا من أنهم تعرضوا للتعذيب لا أطيل ولكن أعرج على هذه النقاط السلطة تصنع الكراهية هل تعرفون لماذا؟ تسمح للعرعور أن يدخل البحرين وترفض أن تدخل البحرين منظمات حقوق الإنسان تقدم طلبا تحاول أن تصل تضع زيارتها لمدة خمسة أيام بينما العرعور الذي يشتم طائفة ويشبههم بالخنازير وبالأنجاس وبما إلى ذلك مرحبا بك من الذي سمح للعرعور بالدخول؟ أليس ختما بجواز دخوله البلاد؟ هل هذا النموذج ممن يدخل إلى هذه الأرض إذا كانت السلطة تمتلك منعه من دخول البلاد؟ نعم التأشيرة والختم بل ربما والدفع حيث لا أعلم قناة الاتحاد موجودة على أراضينا في البحرين موجودة في البحرين ويدفع لها هذه ليست ببلاش قناة الاتحاد مقالات صحفية تشتم ليل نهار السلطة قادرة على البحث عن من يدعو لكراهية النظام ويحض عليه بس لا تستطيع الوصول لمن يشتم طائفة بأكملها أو أفرادا أو مقدسات وزراء نفوا هدم المساجد وتقرير رجلة تقصي الحقائق أثبت ذلك واليوم السلطة تقول نحن سنبني المساجد إذا لم تكنوا هدمتموها لماذا تبنوها ولم تبني المساجد بنت أربعة مساجد فقط والباقي تبنيها أكتاف وأبنائنا لأنها المساجد التي يؤمنون بقدسيتها وهي تصرخ ليل نهار نحن نعيد بناء المساجد منبر يقف فيه رجلا شبه رسمي وهو في المجلس النيابي أو نائب المجلس نائب رئيس المجلس أو عضو في مجلس النواب يصف طائفة بأكملها بأنها كلاب أين السلطة؟ السلطة تستطيع ومن خلال تعقيب ومن خلال قدرتها على تعقب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تويتر فتجي تقدر تأخذه وتحاكمها بس الأسماء التي أشمئز أن أذكرها على تويتر والتي أحيانا تعلن شيئا قبل أن تعلنه السلطة تتمكن من الوصول إليهم وأسماءها معروفة لديهم لم تحاسبهم لأنها تعتبر أن هذا يغذي ما تطلع إليه أو ما تريده نعم صنيعت السلطات لأن السلطة كررت منذ البداية بأن مجتمع البحرين فيه مشكلة معقدة بين مكونين وأخرجت نفسها عن المشكلة في حين أن المعارضة ليس وشعب البحرين الذي تواجد في دوار اللؤلؤة والذي في كل يوم اليوم ينادي بالديمقراطية وينادي بلد يحترم فيه الإنسان لا يتهم مواطنا واحدا من أي مكون وإنما يتهم السلطة ويعارضها لذا الكراهية صنيعة السلطة